النهاردة تبنى الزعماء والقادة الأفارقة وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تبنوا البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية التانية تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الأفريقي للفترة من 2023 والحد 2026 أبرمت روسيا و40 دولة أفريقية عدد من الاتفاقيات والعقود في مجالات مختلفة قبل إعلان البيان الختامي ألقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية التانية خلال هذه الكلمة أكد السيد الرئيس أن القمة بتعقد في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات اللي باتت تمس القواعد الرئيسية اللي بني عليها نظام الدولي بمفهومه الحديث دلوقتي عايزين نروح نسمع كلمة أو جزء من كلمة سيادة الرئيس ونرجع لحضراتكم مرة تانية تأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بارغ التعقيد مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي بتت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني عليها أساسها نظامنا الدولي بمفهوم الحديث وتقف دولنا الإفريقية في خدم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمار ما صارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل المشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات لتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن له إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مصار السلام سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة وبأن العالم يتسع للجميع على ما أعتقد أنه خلاص بات من حق الدول الأفريقية أن تنعم بالأمن تنعم بالاستقرار تنعم بالأمان تنعم أيضا بالتنمية بكل تأكيد القارة الأفريقية عانت كثيرا طوال السنوات الماضية وما زالت تعاني حتى هذه اللحظة دول كتير في القارة الأفريقية بتعاني من المجاعات لكن كان فيه رسائل طمأنة من الرئيس الروسي بأنه اتفاقية الحبوب اللي انسحبت منها روسيا هي هتعمل خلال الفترة اللي جاي على إيصال هذه الحبوب إلى هذه الدول التي تعاني بالفعل سواء عن طريق الشراء أو عن طريق المنح بشكل مجاني